يبدو أن عام 2020 هو عام للانهيار الاقتصادي في البلاد فمع استمرار الاحتجاجات التي تعد محركاتها الرئيسية اقتصادية مرورا بانتشار فيروس كورونا وصولا إلى هبوط أسعار النفط فإن الاقتصاد العراقي سيواجه صعوبات كبيرة قد تصل إلى الانهيار وعدم القدرة على تزديد رواتب موظفيه في ظل الاعتماد شبه المطلق على النفط وعدم وجود بدائل اقتصادية ترفض موازنته العامة الانخفاض الدراماتيكي في أسعار النفط سوف ينعكس بشكل كبير على واقع الاقتصاد العراقي وعلى حياة المواطن كيف؟ كون أن الاقتصاد العراقي هو حادي جانب يعتمد على النفط في الحصول على الناتج القومي الإجمالي وبالتالي إيرادات البلداتية فقط من النفط هذا الانخفاض الكبير سوف يلقي بانعكاسات السربية على حياة المواطن وخاصة شريحة الفقراء لنسبتهم 30% في العراق عراقيون يتخوفون من احتمال تخفيض رواتب الموظفين واتخاذ سياسة الادخار الإجباري نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد فيما يرجح مراقبون أن اتخاذ سياسات كهذه قد يوسع دائرة الاحتجاجات ويفاقم الأزمة بالاقتران طبعا مع انخفاض أسعار النفط عالميا هذا الامر سوف ينعكس بشكل كبير وبشكل سلبي على الاقتصاد العراقي سوف يؤثر حتى على قدرة الحكومة على صرف المرتبات للموظفين لقطاع الحكومي وكذلك القطاع المختلط وهذا أيضا سوف يؤثر على المشاريع الاستثمارية والتنموية في البلاد بشكل كبير وقد ارتبط النفط بشكل رئيسي بإدارة مفاصل البلاد كمصدر يكاد أن يكون الوحيد للموازنة لذلك فإن تدني أسعار النفط ستدفع البلاد نحو أزمة خانقة ومن شأن أي مساس جديد برواتب موظفية الدولة أن يدفع بمئات آلاف آخرين للانخراط في الحركة الاحتجاجية مما سيشكل تحديا كبيرا للحكومة والطبقة السياسية العراق في ظل هذا الهبوط سيبقى يتلقى الضربات والهزات الاقتصادية لعدم قدرته بأقل تقدير على تغطية النفقات التشغيلية لهذا العام الأمر الذي قد يضطره للبحث عن دائنين من الخارج أو الداخل رغم تأثيراته السلبية في رأس الدوليمي قناة الفلوجة بغداد